الشيخ حامد الفرج رئيس عشار الولدة ورئيس المجلس التشريعي بإدارة المدنية الديمقراطية منطقة الطبقة طبعاً نحن نتحدث ونتساءل عن المنطقة الآمنة التي ترغب بها تركيا في شمال سوريا وشمال العراق هي إذا قلنا حتى الدول الثانية أو التحالف يعني عم يبرر أن تركيا تحتاج إلى منطقة آمنة لحماية مناطقها الجنوبية علماً هو الشيء هذا قواتنا ما أطلقت طلقة باتجاه الأراضي التركية حتى هي تطلب منطقة آمنة أما هي من تدعم القوات درع الفرات وجبهة النصرة وغيرها وغيرها في مناطق شمال سوريا وفي إدلب وهي من احتلت عفرين وهي من دخلت إلى جرابلس وهي من دخلت إلى عزاز لكن المفارقة الأكبر أنه هل تحتاج إلى منطقة آمنة في شمال ليبيا حتى تدخل القوات إلى ليبيا وتبعث بسفن تحمل سلاح إلى ليبيا وتدعم المنظمات الإرهابية في ليبيا وكشرت عن أنيابها أنها تدعم حركة الأخوان المسلمين التي تبنتها هي وقطر في ليبيا ضد الحكومة الليبية الموجودة هناك أو قوات الوطنية الموجودة وحتى أرسل الطائرات يعني وأسقطوا القوات الوطنية الموجودة في ليبيا أسقطت طائرات للتركية كانت تهاجم مواقع لقوات الجيش الليبي وهذا يعني تدخل شافر من الأتراك وهذا حتى يعني يظهر للعالم أنه حتى الدعاءهم بالمنطقة الآمنة في سوريا هو الدعاء باطل لأنه هي عم تدخل بأكثر من مكان يعني يعني من يطلب منطقة آمنة لحماية حدوده لا يذهب إلى حدود الدول الثانية ويدعم تنظيمات إرهابية حتى الدواعش اللي فاتوا علينا بدأوا يرجعون إلى تركيا ثم تحولهم إلى ليبيا وهذا شيء مشهود يعني وموثق ليش تركيا فعلت ذلك؟ أولا هي لدعم تيار إسلامي متطرف نقول معتدل في المنطقة العربية خاصة وبدأت بإنشاء حزب العدالة في ليبيا هذا الحزب هو وجه آخر للإخوان المسلمين وهي تدعمه وهي وقطر إخوان المسلمين بدأوا خسارة مواقعهم ومعسكراتهم في كل المناطق العربية حتى في مصر كان أكثر شيء لهم تواجد ونشاط خاصة بعد صعود محمد مرسي إلى رئاسة الحكم في مصر فصار هناك نشاط للإخوان المسلمين وتركيا كانت شريكة في هذا النشاط عندما خسرت هذا النشاط بعد وصول حكومة الثانية ورئاسة الثانية بدأت تحاول أن تنقل هذا النشاط إلى مناطق شمال إفريقيا وكان هناك طبعا بؤرة إلها في ليبيا أوجدت حزب العدالة في ليبيا وعن طريق هذا الحزب بلشت تنشط بطريقتها التي هي غير مستحبة في أي مكان في العالم أو في المناطق المحيطة إلها وتركيا زادت الدعم وتحاول أن تنقل أزمتها من الداخل التركي إلى الدول المجاورة إلى حتى الدول البعيدة لأن هناك حزب العدالة التركي خسر انتخاباته في إسطنبول وخسر في أنقرة ورح يخسر في انتخابات قادمة أيضا وأتصور أن أردوغان آخر يعني مهمة له رح تكون ورح يخسر انتخابات القادمة وهذا استطلعت رأي كلها تغلده أيضا الأزمة التي أصبحت قبوله بصفقة الصواريخ الروسية وعدم قبوله بصفقة الصواريخ الأمريكية هو أحدث حساسية بينه بين دول حلف الناتو هي أزمة أيضا عنده بدأت بوادرها تظهر فهذه الأزمة التي صارت الداخلية عندهم يحاولون أن ينقلوها خارج حدودهم مثل ما تحدثنا أولا وهم لم تركوا شيء الذي يقدمونه يعني هم يريدون إظهار إمبراطورية إسلامية متطرفة في العالم بعيدة عن الإسلام الحقيقي الذي نعرفه والذي ماشيين عليه منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا تدخلاتها السافرة بكل المناطق هذه نحن كعشائر لا نقبل بها أبدا نحن مع مجلس سوريا الديمقراطية للمضلة السياسية لكل الشمال السوري مع قوات سوريا الديمقراطية مع قوات التي الآن تدافع بقوة عن ليبيا ضد هذه التدخلات التركية وأكيد بالنهاية تركيا رح تفشل في ليبيا ورح تفشل في شمال سوريا إن شاء الله ورح نحرر كل الأراضي اللي احتلتها بشمال سوريا ورح تخرج أيضا من ليبيا وهي خسرانة نتمنى منهم أن يعود لذلك ولا يحاولوا تحويل مشاكلهم الداخلية إلى الدول الأخرى ترجمة نانسي قنقر